بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحظاتكم الفيديو 43 من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحظاتكم الورد ارت من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب خاصية الورد ارت هي خاصية من الخواصة الموجودة في الورد من أيام زمان الخاصية ديات بتوفر لك وقت كبير في إعداد المادة اللي انت بتكتبها على سبيل المسال انا لو عايز اكتب تنسيق هنا بقدر بقى اني ادخل على انسيرت وبعد كده من علامة الايه الميلة ابدأ اني اختار الشكل المناسب ليا في الورد ارت ابدأ اني اكتب فيها مثلا اذكروا الله ببدأ اتحكم في مربع النص اللي الورد ارت مكتوبة فيه بشكل طبيعي زي ما اخدنا في الفيديو الخاص بمربع النص ببدأ اكبر او اصغر بشكل طبيعي سواء عن طريق القوائم او كذا هتلاحظوا الشكل اللي عمل الورد ارت بي لو انا عايز اعدل النص بقدر اعدل النص في اي لحظة هو هنا بيوفر لي وقت بس في الاعدادات اللي انا ممكن اعملها على الكلمة بدل ما ادخل على خمس ست قوائم عشان اوصل لنفس الاعدادات دي هو هنا بيبدأ انه يوفر لي الوقت ده عن طريق نمازج جاهزة للورد ارت اللي احنا بنشوفها في انسيرت وبعد كده بنلاقيها موجودة في القوائم دي انا دلوقتي امامي النصوص بتاعتي داخل مربع نص بتحكم فيها عادي كأنها مربع نص طبعا بتقدر بقانك تدخل على الشيب فورمات هنا تنتبه لانه بيتعامل مع الورد ارت كشيب داخله نص على سبيل المثال مثلا انه مستطيل واحنا كتبنا عليه كلمة كأنه شكل من الاشكال اللي احنا شرحناها قبل كده طبعا حضراتكم هتشوفوا الامكانيات اللي هو بيدها لكم في فورمات بتاع الشيب بتاع الورد ارت وهي نفس الحاجات اللي احنا تكلمناها علناها في فيديوهات سابقة بكده نكون خلصنا الفيديو ده بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة